صوبة عاصمة الشرق مدينة وجدة إذن من هناك رشيد نكروز لعب الدولي السابق معنا مباشرة من مدينة وجدة مساء الخير سراشيد مساء الخير الحضر الكريم الأخ مجيد والأخ العزيز مستفى الخلفية سراشيد أجواء أمر طبيعا أنه تكون باردة في مدينة وجدة لكن في ذلك حرارة الانتصار والمقابلة والتفاصيل ديالها بين المنتخبين الوطني المغربي المنتخب والتأهل لحق المنتخب شنو يمكن تكون أبرز ملاحظاتك سراشيد بعدما تبعت المباراة أولا ألف مبروك للمنتخب الوطني العبور لدور المقبل إن شاء الله وكما كانت واحد الشوط كما قالوا الإخوان ديالي كان واحد الشوط أول مجنون كما كان نقوله أن المنتخب الوطني سيطر جل أطور الشوط الأول إلى ستنين دقيقة سبعة اللي تسجيل فيها الهدف علينا والدقيقة تنين وعشرين اللي مرتضة من نفس اللاعب سينو تصور بعض دقيقة كانت كون جو دقيقة كانت فرصة للتسجيل ثاني حل المنتخب الوطني فحقيقة كنا مسحقين أننا باش نسجلوا قبل ما ينهي الحاكم الشوط الأول وبالفعل هذا هو اللي يسهل لنا المؤمورية في الشوط الثاني صح سيد رشيد جولة ثانية جولة لي في بعض أحيان حسينه بأنه كل ما تأخر الهدف كل ما غير يزيد الضغط على المنتخب الوطني المغربي لكن هدف منه كيجيب تلك الطريقة في حدود دقيقة سبعين كي يكد بأنه بعض الحلول ليجي من المدافعين ربما واللي غابت على المهاجمين بطبيعة الحال بطبيعة الحال ما ننسوش أنه في دقيقة سبعة وربعين التوغل تقع لعب بوفان فلولا شوية تقع الحد لكان غادي ينهي المقابلة تما وكاننا غادي نشوفوا مقابلة أخرى إن شاء الله ولكن ستني نحتى الدقيقة سبعين هدف عالم من اللاعب حكيمي اللي صراحة كل ما قالوا الإخوان وماشي كل شي كيتسعر بيب لأنه هو أحسن اللاعب ضاير عامل في العالم دابا ومن بعدها المدرب قم بتغييرات وهدأ اللاعب باش دوك المتخب الملاوي ما نخليولوش دوك الميساحة فين يضغط علينا شكرا رشيد الكروز لعب الدولي السابق كنت معنا مباشرة من مدينة وجداء